للحديث حول تدولات السوق السعودي في هذا اليوم. ينضم إلينا الدكتور السعود. لمطير أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعودي الإسلامي. أهلا بك معنا دكتور السعود. ردة فعل أولية رأيناها للسوق السعودي بعمليات بيعية. كما حدث بالأسواق العالمية. لكن استطعنا أن نمحوا الخسائر. ردة الفعل الأولية على فوز ترامب. برأيك للسوق السعودي. كيف قرأتها؟ وعملية التعديل اللي حدثت وامتصاص هذه الصدمة. هل هي تخفيف من خوف المستثمرين مع وصول ترامب إلى الحكم؟ بسم الله والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. تحية لك والمشاهدين والمشاهدات. طبعا بكل تأكيد. الأسواق العالمية حققت خسائر كبيرة. بسبب تولي أو انتخاب ترامب كرئيس أمريكي قادم. وكانت مفاجأة تقريبا للوسط السياسي. بالنسبة لما يخص سوق الأسواق السعودي. في البداية نعم انخفض انخفاضات كبيرة ثم ارتد. أنا أتصور أن بالنسبة لنا يعتبر عامل إيجابي. لأن الأموال التي خرجت إلى الولايات المتحدة بواسطة القطاع الخاصة. أتصور أنها الملاذ الآمن لها الآن. هو في المملكة العربية السعودية. وعلى وجه الخصوص في سوق الأسواق السعودية. ولهذا نجد أن السوق فعلا ارتد. السيولة من الأمس تضاعفت. كل هذه الأمور أتصور أنها في الأيام القادمة. تستقضى في الأموال التي كانت هاجرة في الفترات الماضية. ستعود من جديد لوجود فرص. ربما أنا أفضل بكثير من أمريكا. لا سيما والغموض يكتنف الرئيس الأمريكي الجديد. حسب تصريحاته وحسب عنصريته. إذا طبق هذه العنصرية أو نفذ جزءا منها. لا شك أن الأضرار ستلحق بالعالم الإسلامي. وبالعالم العربي وبالاستثمارات. فأتصور فعلا أنها إيجابية بالنسبة للسوق السعودية. ودليل على ذلك الارتدادات القوية ورجوعها. على عكس الأسواق الأخرى. نجد أنها استمرت في انخفاضاتها. يمكن السؤال الأكبر المطروح. دكتور سعود. لماذا تراجعت الأسواق العالمية؟. على الرغم من أن الخطة الاقتصادية لترامب. يمكن أنها في صالح على الأقل. وولستريت أو الأسواق الأخرى. لأن عملية تخفيف الضرائب على هذه الشركات. يعتبر عامل أساسي في الدخول إلى السوق. فردة الفعل التي انعكست على السوق السعودي. هل هي ارتدادة حمراء مؤقتة بالنسبة للأسواق العالمية برأيك؟. أتصور أن السبب الرئيسي هو عدم التنبؤ بما يمكن أن يفعله الرئيس القادم. لأن تصريحاته يشوبها الكثير من الغموض. خطتها الاقتصادية أيضا يشوبها الكثير من الغموض. وبالتالي لم تعطي أريحية. لا للاقتصاد الأمريكا ولا للاقتصاد العالمي. أيضا عملية الاتفاقيات التجارية بين أمريكا والدول الأخرى. وتلميحة بل وتصريحة. بينما سوف يرفع الرسوم الجمهورية مع المكسيك ومع الصين. فهذه كل الأمور تسوي ربكة في الاقتصاد العالمي. ربما فعلا لو نفذ هذه الأمور سيكون فيما يسمى ريتالييشن. بمعنى أن الدول الأخرى أيضا ستعامل بالمثل. وبالتالي سيأكيد أنها سينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي. من حيث أن النمو والاقتصاد العالمي الآن هش وضعيف. فبالتالي سوف يجره ربما إلى ركود قادم. فهذا لعدم فعلا والوضوح الرؤية حول خطط ترامب في الفترة القادمة. هي التي سوت ربكة للأسواق المالية العالمية. نعم وعادة التفاوض على هذه الاتفاقيات برأيك مع أمريكا الشمالية. هل سيكون لها أثر على استثمارات الشركات الخليجية أو السعودية. تحديدا دكتور سعود في هذه المناطق. يمكن أن ردنا الفعل الأولى على البيزو المكسيكي. يمكن مع تراجعات وهوى فيها لمستويات تاريخية اليوم مع هذا الفوز. أتصور أن الأموال العربية والأموال حتى العالمية يكون فيه حذر في الفترة القادمة. وحتى تتضح الرؤية فعلا ماذا سيفعله الرئيس القادم. نحن نعرف طبيعة الجمهوريين. دائما السياسة المالية يكون هناك انفاق كبير. يتأثرون كثيرا أو لا يهتمون كثيرا بعملية العجز والدين العام. ودائما الانفاق العسكري يكون يحتل جزء كبير من الميزانية الحكومية الأمريكية. كل هذه الأمور فعلا تضعنا أمام حيرة في المستقبل. ماذا سيعمله هذا الرجل؟ ولكن إذا سمحتي لي قبل أن نختم الحديث ربما لو تحدثنا عن ما هي السوق الأسم السعودي. استمد قوته في الفترات الماضية وفي اليومين الماضيين أو ثلاثة أيام الماضية. مماذا؟ أتصور أن الإجابة على مثل هذا السؤال تحسن الرؤية حول السوق الأسم السعودي بدأت منذ طرح السندات الحكومية. والشعور بالتصنيف القوي للمملكة العربية السعودية. وتحقيق طلب كبير جدا على السندات الحكومية حتى التي كانت لمدة ثلاثين سنة. مما يعطي ثقة فعلا في الاقتصاد المالكة العربية السعودية في الأجل الطويل. هذا من جانب. ثم استمد قوته عندما صرح المجلس الاقتصادي أن هناك دعاء قبل نهاية السنة المالية. سوف تدفع المبالغ المستحقة على الحكومة للقطاع المقاولات والقطاع الخاص. ولا شك أن هذا سيدعم السيولة في الفترة القادمة. وسيعطي نوعا من التفاؤل. وأيضا عملية ربط الإنفاق الحكومي بالعائد الاجتماعي المغري. بمعنى أنه لا بد أن يكون العائد الاجتماعي مرتفع. أي أن المشاريع التي فعلا عائدها الاجتماعي متواضع. سوف يتوقف الإنفاق عليها. وسيكون هناك فعلا ترشيد وفعلا إعلان أو بداية تحقيق الكفاءة في الإنفاق الحكومي. الذي نبحث عنه من فترات طويلة. وأشكر وجودك معنا دكتور سعود المطير. أستاذ الاختصاد في جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامي. على كل هذه التفاصيل.